ميناء طنجة المتوسط نظم بأجادير لقاء توصلياً مع المصدرين والفاعلين بجهة سوسماسا وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للميناء مع العملاء والشركاء فرصة لتسهيل الإجراءات على مستوى هذا الميناء للسماح للشركات بتعزيز أدائها وتحسين قدرتها التنفسية كل سنة كان نروح لقاء توصلي مع المصدرين، مع ديل هذا المنطقة، مع النقلين، مع الملففين لتبادل الآراء كان نعطوهم ما جد واستجد في الميناء كان نشاركوا معهم واحد مجموعة الحلول والإكراهات التي كنا في الميناء وتنحاولوا نتقربوا أكثر ما يمكن للحلول الناجعة بالنسبة لهم ميناء طنجة المتوسط يساهم بشكل كبير حسب شركائه وعملائه في النهوض بالصادرات المغربية بشكل عام وصادرات القطاع الفلاحي بجهة سوسماسا على وجه الخصوص نعملوا ميناء برغي في المنطقة الصينية لدرغة ويجبونوا هذا المسألة يجعلون جميع المتوسط للشحينات الذين يذهبون بشكل كبير حسب شركائه سيجعل واحد سلاسة في ميناء طنجة المتوسط لأنه سيجعل الشاحنات التي ستكون جيدة من الخارج لا تضيعش الوقت في الميناء ستدخل الميناء ستدوز الوقت وجيز جدا وتجي مباشرة مدينة أقادير ويمثل الميناء المتوسط لطنجة اليوم مركزا لوجستيا عالميا إذ يتوفر على ربط بحري مع أزيد من مئة وثمانين ميناء وسبعين دولة ويوفر كذلك قدرة معالجة لتسعة ملايين حوية وسبعمائة ألف شاحنة ومليون مركبة ترجمة نانسي قنقر